يعني بعد هاي الأغنية الفيروزية الرائعة اللي بتحرك فينا المشاعر الوطنية والعاطفية أنا بدأ أشكرك سالم على اختيارها أكيد إحنا دائما الولاء والانتماء للوطن هو بغريزة الأردنيين بالتالي إحنا من خلال برنامج يوم جديد يمكن إذا متابعيننا من الصبح أنه كله إنجازات وتسليط الضوء على هذه المؤسسات عملها وشو أنجزت شو تحديات وبلشنا يعني من المحافظات كاملة يعني اليوم حلقتنا منوعة الآن رح ننتقل من الجنوب من معان كنا بنحكي لأربد لحن نروح لنشمل لعروس الشمال لعروس الشمال شمالة كلية طيب أهلا وسهلا فيك عطوفة المهندس حسين بني هاني وحضرتك رئيس لبلدية إربد أهلا وسهلا فيك أنا بدي أحكي في البداية يمكن إربد الرمثة هاي المناطق يعني كل ما رحنا للشمال الله يكون يفعونهم لأنه هم اللي أكتر شيء كان فيه تأثير للأزمة السورية لللجوء السوري واللجوء السوري عليهم وبالتالي إحنا اليوم رح ناخد هذا الجانب وأنجازات البلدية بس بشكل عام يعني يمكن أنا بعد أن ندخل على السؤال التقليدي من منجازات البلدية لكن حضرتك كرئيس لبلدية إربد الحدث المهم حدائق الملك عبدالله الثاني اللي أخذت صدى كتير واسع وكان تصنيفها إقليميا شو قصة هذه المدينة يعني يا ستي صباح الخير طبعا صباح الخير للوطن لكل مستمعين وشكرا للاستضافة الحدائق الملك عبدالله الثاني في مدينة إربد هي طبعا حدائق للشمال كانت هي ليست لبلدية إربد بل هي مكرمة منجازة سيدنا لكل منطقة الشمال ولولو الوطن كامل يعني كان فعلا بحاجة الشمال لهذه الحدائق بهذه السعة بهذا الحجم بهذه المعالم كاملة الموجودة في الحديقة مساحة الحديقة 178 دنم تقريبا تم وضع حجل أساس من قبل صاحب الجلالة في 1906 2006 كان مقدر إليها خلال ثلاث سنين أن تم إنشاءها وللأسف طبعا تعثرت من قبل المقاومة بعض بال2006 بال2006 وضع حجل الأساس وضع حجل الأساس 2019-6-2006 نعم تغير المقاومة أكثر من المرة وصار بعض المشاكل لكن الحمد لله تم افتتاحها في 9-8-2015 أخيرا كامل الحديقة بكل مرافقها على كم دونهم؟ على 178 دنم والله كبيرة ممكن تخفف ضغط كثير كبير يمكن لأنه يعني أسهل على أهالي إربد أنه يكون في إلهم متنفس الحدائق تكون بجانبهم وتخفف كمان ضغط على العاصمة عمان أيضا لأنه نعم هي راح تخفف الضغط على حدائق ملك حسين بعمان الحديقة يعني احنا افتتحت منذ أسبوعين من صاحب السمو الملك الأمير الحسين أطال الله بعمره شرفنا طبعا بافتتاح هذه الحدائق زي ما حكينا البداية أنا بأعيد وأكد أن الحدائق كاملة بكل مرافقها مكتملة كان في لجنة استلام يوم الافتتاح تأجلت ساعات تم الافتتاح ومن ثم باشروا لخلال الساعات وانتهت لجنة الاستلام أما كامل المرافقها كاملة كامل المرافق هي مجانية لكل المواطنين من متابعتنا خلال الأسبوعين اللي فاتن اللي برتادوا هذه الحدائق ليس أهل إربت محافظة إربت فقط محافظة جرش وعجلون والمفرق برتادوا هذه الحدائق في رحلات جماعية تقدم إقليم الشمال كاملة الحديقة مساحتها حكينا اللي هي 178 دلم كبيرة جدا فيها مرافق برضو معالم مميزة أهم معلم بميز هذه الحديقة اللي هو النهر الاصطناعي وهذا النهر الاصطناعي عملنا نهر الاصطناعي داخل الحديقة بقطع الحديقة من الغرب إلى الشرق طول النهر 280 متر مساحته 3-3 متر مربع بيغذي 1500-2000 متر مقعم من المياه عرض 12 متر فيه سج جسور خشبية فوق هذا النهر فيه جلسات خلاب زي ما بقولها نعم ومقاعد فإشه رائع جدا أنه لأول مرة أنه بحدائقنا أنه هذا المرفق المميز طبعا اللي يحبل هذا المرفق برضو أنه المياه التي تستعمل لهذا النهر هي مياه حصاد مائي هي مياه حصاد مائي حصاد مائي يعني ميت الشتاء نحن في عنا خزانات لتجميع هاي الصور عم تنعرض يعني ومخرج بقول ما كان يستحق حتى أنه نصل منها حرقة بيوم جديد لأنه رائع المناظر هذا النهر هذا النهر الاصطناعي هذه موافر مياه داخل الحديقة هذا البيوت الطيور اللي هي مساحتها 1400 متر ثمن بيوت هذا الجرينهاوس اللي هو البيتي النباتي هذا النهر وهذه الجسور الخشبية اللي تتخلى للنهر هاي البطاط اللي حكوا عنه أنه البلدية قربت استأجرت للأسف بطاط ورجعتها صم الله يلا كويس ترويج ترويج هاي الحاوليات اللي هي مزروعة في كل ممرات الحديقة هذا ممر للدراجات الهوائية طوله 2 كيلومتر الأطفال بمنطقة محايدة هذا المدخل الرئيسي للحديقة طبعا أنا يعني بدي أتمنى بس شيء واحد هذا المبنى الإدارة أنه نحافظ على هذا المكان الرائع يعني أنه ما يكون فيه أي تخليب أو رمي للنفايات لأنه فعلا المكان رائع جدا جدا هو عبارة عن لوحة فنية هو عبارة عن لوحة فنية بترجع لثقافة الناس ومدى احترامهم للأماكن العامة بصراحة أنا بدي يعني إحنا ما بدنا كل واحد لازم يكون يعني معاه شرطي ولا مراقب حتى يضبط سلوكه نعم بدنا إحنا داخلياً اللي يكون عندنا هذا الوضع بس على كل الأحوال كبلدية إيربت يعني مدى يعني متابعتكم لهذا الأمر لأنه بهم الشخص اللي بده مثلاً على اللي إحنا شفناه ممكن أهالي عمان يروحوا لإيربت رائع رائع في متابعة لأمور مثلاً مكان اللي بنزلوا اللي بدهم يعني ياخدوا سياحة نعم يكون في ترتيب لهاي الأماكن وتسهيلات داخلية نعم ست يعني رح تتفاجأ أنه يتفاجأ المستمعين أنه والأمان يعني يعني إيشو يذكر أنه تفاجأنا بتعاون المواطنين اللي اقتادوا هذه الحديقة في كل بداية يعني بيكون في زخم جماهير كبير أما علينا في أول أسبوع كان العدي تتجاوز إلى أربعين وخمسين ألف مواطن في اليوم الواحد اللي تفاجأنا أنه تعاون المواطنين ونظافة المواطنين في هذه المرافق يعني كنا مهيئين أنه يعني صير العكس أو أنه صور يعني لكن والحمد لله أنه كان في تعاون كبير من المواطنين بالحفاظ على المرافق الحديقة لأنه يوجد بها الإنارة الإنارة هي مستوردة إنارة يعني ممكن عبث الأطفال يسئلها لكن والحمد لله رغم موجود أكثر من ثمانمائة وحدة إنارة موجودة في موزعة في هذه الحديقة لم يؤادى أي وحدة من هذه الوحدات آلاف الحوليات من الأزهار لم يقترب منها أي طفل النهر كما أنتم شفتوا برضو الحمد لله معظم المواطنين تعاملوا يعني كانت النظافة أكثر مما توقعنا بكثير فالمواطن متعاون فيه لوحات إرشادية للجميع موظفينا طبعا إحنا هذه المكرمة يعني عشان نعطيها حقها هي على 178 ديلا قيمة الأطفال تجاوز الـ 50-60 مليون دينار في مقدمة بلدية إربد الدوان الملكي المكرمة الملكية كلفت الحديقة ما يقارب الـ 15 مليون دينار أرديني قبل عام في زيارته جاء السيدنا لإربد كنت من الناس اللي تشرفوا بلقاءه وعدت جاء السيدنا أنه هذا الحدائق المعثرة منذ عشر سنين إن شاء الله أنه خلال عام ننتهي الحديقة ونفتح الحديقة إن شاء الله تابعنا الليل بالنهار طبعا مش الجهود لوحدي كل كوادر البلدية مع المقاول والحمد لله طبعا كل الشكر ما بنساش كل الرؤس السابقين اللي قابلي اللي همه حاولوا يعمل كل إنسان يعني قدم الله اللي قدر عليه لكن الحمد لله كانت تحدي كبير وخلال سنة أنجزنا الحديقة وتم افتتاحها وهلا بنعم فيها أهل الشمال كامل وكل ضيوفنا من عمان ومن أتشرف فيها ومبارك لكل أهل الشمال حضائق الملك عبد الله الثاني بن الحسين الرائعة نتمنى إنه فعلا يرتدوها كل أهل الشمال ويستفيدوا من هاي المناظر وإيضا يحافظوا على هذه المنظافتها يعني مهندس إذا نتحدث عن إنجازات بلدية إربد الكبرى بشكل عام تحكي لنا عن إنجازات البلدية بالإضافة أيضا للحضائق يعني هو أكبر إنجاز الحمد لله كانت تحدي نور في هذا العام يعني الحمد لله طبعا بصادف هو لسبوح هذا مرور سنتين على الانتخابات الأخيرة للمجالس البلدي فهنا نحن منطبق سنتين وبعدنا سنتين زماغي قال مجلس النواب فكان التحدي كبير طبعا كان أكبر مشكلة التي نحن بتواجهنا في منطقة الشمال زي ما تفضلتي اللي هي مشكلة البيئة نحن بلدية تربد يعني للعلم بلدية تربد هي أكثر بلدية في المملكة هي تاريخ تأسيسها عام 1881 عدد سكان ما يقارب المليون المواطن يوجد عندنا سوريين رقم كبير جدا يتجاوز ربع مليون مواطن سوري ربع مليون لاجئ سوري في أربد لحالة ربع مليون يعني نحن نحكي على تضخم سكاني كثير كبير أنا حكيتها أن الأزمة السورية ألقت بأعباء على مناطق الشمالي الرمثة وإربد خاصة الرمثة وإربد المفرق والمفرق هي الظاهرة عندهم ظاهرة أكثر بالمفرق والرمثة لأن عدد السكان المفرق والرمثة أقل فظهروا أكثر يعني عدد اللاجئين في المفرق يتجاوز عدد السكان أو بالرمثة فظهروا أكثر أما بإربد لأن عدد السكان أكثر لكن العدد اللي عندنا أكبر من اللي عندنا ربع مليون يعني ربع مليون العدد مش صغير في عباء كبير يعني مش فقط المشكلة البيئة حتى صار يعني الأبني وفتح شوارع وإنارة جديدة من أجل السعاب هذه الأعداد اللي قاعدين بيشتروا بقبلوا على الشيقاج وبيقولوا على أجار الشيقاج المطاعم السوريين والعمال السورية اللي موجودة بالبلد والخدمات اللي بتقدم لهم يعني صار عباء كبير على البلد موضوع البيئة والنظافة يعني مهندس إحسين كرئيس لبلدية إربد مع التضخم السكاني مع الأزمة السورية الآن كيف حرصت يعني هل بلدية إربد يعني زادت جهودها في هذا الموضوع أكيد لكن هاي الإمكانيات البشرية الكوادر البشرية وأيضا الكوادر الفنية خلينا نحكي والمعدات والأجهزة قادرة على أنه تواكب هل نحكي يعني سلبية التدفق للاجئين السوريين وتبعياته على موضوع النظافة وموضوع البيئة في محافظة إربد يعني إربد ما عادت إربد النقية ببيئتها إحنا نحكي وما عادت إربد يعني اللي بتروح في إنه جو مريح إنك تشم هوا يعني فيه إزدحام بالشوارع وراح يرجع الوضع إن شاء الله قريب جدا إن شاء الله على البيئة وعلى النظافة طبعا زي ما أحكي بالبداية اللي هي طبعا المشكلة اللجوءسة إحنا لما استلمنا المجلس البلدي الحالي أنا وعضاء المجلس زملائي في المجلس البلدي كانت المقاطة الرئيسية اللي حطناها أولوياتنا اللي هي المشكلة البيئة بداية مشكلة البيئة كانت كبيرة جدا وجدنا وضع بيئة سيئة جدا وموثق عنا يعني بالفيديو والصور النفايات المتراكمة منذ شهور في بعض المناطق وخاصة المناطق في مناطق عنا في إربد يتسمى ذرع ذرع بلاد يتسمى يعني مناطق سوري كل معظم مناطق سوريين فكان للأسف كان الأسطول البلدية تبع الآليات اللي بتعامل مع النظافة كان عمره منتهي يعني أحدث آلية موجودة عمر الافتراض عمر الافتراض منتهي فكان يجب تجديد هذا الأسطول يجب تجديد هذا الأسطول المشكلة الثانية كانت تتواجهنا اللي هي مشكلة سفلتة الشوارع الرئيسية احنا صار في عنا مشاريع صرف صحي شبك الصرف الصحي لمعظم مدينة إربد ومناطق لما نقول إربد حمناك عن 23 بلدية دمجا في بلدية واحدة فكله كانت هذه المدن معظم خدمت بمشاريع الصرف الصحي ولكن للأسف خدمونا بالشرك الصرف الصحي ودمروا الشوارع دمروا البنية التحتي للشوارع فكان بحاجة إربد لمشروع زفته لا يقل عن 40 إلى 50 مليون دينار وبحاجة لأسطول نفايات ومشاريع تصريف مياه الأمطار وكانت الحديقة برضو من ضمن أولويات لأنه يجب أنها تنتهي لقد الآن الأوان أنها تنتهي لأنها تظل عالق أكثر من عشر سنين هذا الوضع بالطلب كان بده فلوس وللأسف نحكي عن 28 مليون دينار 28 مليون دينار بلدية إربد اللي وجدناها قبل سنتين تكفي فقط الرواتب والقرض اللي عليها وفاتورة الكهرباء اللي تتجاوز إلى 3-4 مليون دينار والمحروقات فما كانت شي يجد رأس البلديات أي دينار يشتغل مشاريع الحمد لله المجلس الحالي فعل كوادر البلدية وشوفنا وين في أنه في أنه فلوس كثير طلع المواطنين من عواء التنظيم لمسقفات لرخص ميهن لغير الرخص إنشاءات فعنا هذا هو نظام التقسيط يسير على المواطنين التواصل مع المواطنين باجتماعات بالصحافة بالإعلان الحمد لله نقدرنا أن نرفع ميزانية بلدية إربد في عام 2014 وال2015 من 28 مليون دينار ل42 مليون دينار هذا كان إنجاز كبير جدا هذا وفر إلي ولمجلس 15 مليون دينار سنويا غير المطلوب للرواتب والمحروقات فالعام طرحنا أن مشاريع الحمد لله شراء آليات وسبلة الشوارع وتصريف مياه بـ 15 مليون دينار وهذا العام طرحنا بقيمة 15 مليون دينار هل صلنا مزكتين في شوارع إربد مبلغ يتجاوز الـ 14 مليون دينار ومطروح على المقاولين فوق 8 مليون دينار الحمد لله أسطول بلدية إربد دفعنا 6 ملايين دينار لشراء أسطول جديد حدثنا ما يقارب 60-70% من هذا الأسطول والعام القادم إن شاء الله نحدث كامله عيننا عمال وطن لأن مشكلة البيئة هلا هي المشكلة الرئيسية التي نحن نواجه فيها هل الحمد لله حدثنا أسطولنا ووظفنا سواقين ووظفنا عمال الآليات بس وصلتنا هي أخيرة يعني من آخر دفع وصلتنا قبل 73 هلأ ما ظل في عذر البلدية يجب أن يتغير الوضع يعني خلال قديش ممكن خلال شهر لا شهرين خلال شهر لا شهرين هلأ كان مهمتنا الحداق والحمد لله انتهينا منها السفلة تتشوارع برضو شبه قررنا ننتهي هلأ مشكلة البيئة جابت تركيز عليها الآليات توفرت السواقين عيننا نصف عدد يعني ونصف العدد بسواح هذا راح دوان خدمة إن شاء الله يقررنا يوم وعيننا ما يقارب الميتين ثلاثمائة عامل وطن وبرضه يعني إذا استمحتوا لي أدعو من هذا المنبر أنه إحنا بحاجة إلى عمال وطن أردنين الشواغر موجودة عنا شواغر ما يقارب الميتين شاغر لعمال وطن وللعلم عامل الوطن عامل الوطن مميز بزيائرات وعن الآخرين بسبعين دينار يعني الحد الأدنى لراتب أي عامل زراعة بقاعد بعينه أو حراس مئة وتسعين دينار بينما عامل الوطن ببدأ من ميتين وستين دينار ميتين وستين بيبلس هذا ست ساعات المطلوبات منه فقط إذا بيشتغل إضافة كمان فميز هاي أضم مبلغ من وزارة العامل المشكورة طبعا ومن وزارة البلديات يعني وزارة العامل دفعت خمسين دينار زيادة على راتبه ووزارة بلديات خشين دينار فراتب عامل الوطن ببدأ من ميتين وستين دينار وحاليا يوجد شواغر أكثر من ميتين شاغر في بلدية رب العمال الوطن نأمل من شبابنا إن شاء الله أن يقدموا عمال الوطن اللي يعني بيشتغلوا في البلدي فيه جنسيات تاني هلأ الحمد لله هم كانوا غالبيتهم من الأخواننا المصرية الغالبية يعني قبل خمس أو ست سنين كان معظم العمالة هي عمالة مصرية هلأ اتناقصت هذا العمال الحمد لله أنا في فترة ست معين ما يقارب الثلاثمئة لثلاثمئة وخمسين أردني ما عيني ولا مصر هذا أنا بدي أثني على كلامك لأنه بصراحة يمكن فيه خلال فترة يومين عم بشوف يوتيوب وعم بشوف أحداث اللي كتير من الشباب العطلين عن العمل واللي ما عم بيلاقوا شغل يعني هاي فيه شغل هاي فيه شواغر متين شاغر مش إقلال بيراتب محترم جدا ومن خير يعني عامل الوطن من خيره يحب يداوم مسائي من داومه هو ابن مثلا قنقول للبارحة يحب يداوم بالحصن يداوم بالحصن يعني من خيره بمكان يختياره والفترة اللي بدوها مسائية أو صباحية وست ساعات عشان ظروف إذا في عنده عمل ثاني أو من باب الإحراج أو من باب كده فمخير عامل الوطن إنه بالمكان وبالساعة اللي بيختارها وراتبه مميز وإلو إضافة وإلو كل بوصفات الموضوع ويبدو إنه الأردن كلها يعني إن شاء الله يرجعوا لبلادهم سالمين لأنها كانت تبعياتها مهلكة علينا في كافة النواحي على كل ما نشوفي تحديات واجهة البلدية بعد هذه الأزمة غير موضوع بالإضافة للبيئة بالإبيئة والنظافة يعني فيه نحن الظاهرة الحالية للأسف معاني منها طبعا مشكورة طبعا أنا بداية أحب أشكر كل الأجهز الأمنية إن كان من يعني عطوفة محافظة إربد الدكتور سعدي شهاب لمدير الشيطة أربد العطوف تأنور للطراونة الكل متعاونة ومدير سيار أربد عيد الخريشة الكل بيشتغل فريق واحد في مدينة الولد بس الظاهرة كبيرة البطانة اللي هي أزمة الأسواق والبصات في الشوارع العامة للأسف يعني تحدي كبير جدا الآلاف البكمات والآليات اللي بتنتشر في البلد اللي بتبيع ما محروا خص البصات لأردنين والله في والله للأسف جزء كبير صار سوري سوري على الأرصف نعم الظاهرة أكبر من طاقة البلدية إنها تقدر تحلها إذا ما كان في تعاون من المحافظة والأمن وزارة العمل من جميع الجهات ظهرت التسول اللي قاعدة تكبر شوي ما حدا بيقدر يرخصون فضول الشوارع والأرصف بس لما بكون بدوا تعاون من جميع الجهات لأنه احنا بالقانون نقدر نزيلهم بس أنت بتتعامل مع ظاهرة كبيرة جدا فبدها دعم لفترة بدها دعم لفترة ومحدد وإن شاء الله ننخفف من أجل ما فيه أو ننظمها البلدية وعطفة المحافظة بالصورة طبعا ومدير الشرطة وكل أجهز الرسمية إنه أوجدت قطع بديلة أوجدت ثلاث قطع بديلة لأصحاب البسطات بنفس الأماكن لكن أماكن مرتبة بأجرة رمزية شبه مجانية لكن للأسف يعني هم أقول لك مدامين صاحلي مجاني بالشارع ليش أبوح فإذا ما ضغطنا عليه وتعاوننا مع بعض أن نجبر ويجع على المكان المحدد إلى المكان البديل زي ما عملت الأمانة ما رح يتحرك هذا المواطن وهذا منحك عن التلوث البصري طبعا هذا اللي هو مؤذي حاليا برديل إربت نام يعني إربت بتجنن الواحد بيروح هناك حتى زي ما قلنا ببداية الفقرة يشمها وانظيف يتفرج على المساحات الخضرة على المكان هلأ صار بهالاكتظام هلأ لما تيجو ستعى المنطقة هل فيها الحدائق رح تجدي إشي لا إن شاء الله يعني ما خدمنا فقط الحديقة إن شاء الله أنا بزيروها بشو خدمنا المنطقة كاملة من شوارع لتعبيد لأشجار لأينارة كل المنطقة المحيطة في الحدائق صارت هي متنفسة كل المنطقة لا إن شاء الله أكيد لنا زيارة ومنشوفها كمان ومنشجع كل الأشخاص بعاصمة عمان بإقليم الشمال الله يحييك نحن النقطة يريد سريعة لأنه لازم ينتقل المنطقة اللي هي مشروع أكبر مشروع بلدية إربد قاعد بتعمل اللي هو تطوير وسط المدينة كل مدينة بالعالم فيها وسط مدينة تراثي ثقافي زي عمان زي أي مدينة بالعالم هذا المشروع إن شاء الله جلال السيدنا دعم إن شاء الله ورئيس دولة رئيس الوزر برضو يعني متابعنا هذا المشروع هو التحدي الأكبر لبلدية إربد شكرا لحضرتك عطوفة المهندس حسين بنيهاني وحضرتك رئيس لبلدية إربد كل شكر لحضورك أهلا وسهلا